بينالي البندقية لعام 2013 خارطة عالمية للفن لقاء الأسبوع مع منظم البينالي ماسيميليانو جوني ماسيميليانو جوني عنوان معرض البينالي في هذا العام هو قصر الموسوعات ويستشفوا منه بأنه متحف بالأحرى أكثر منه معرض فني فهل هو رحلة إلى القرن التاسع عشر؟ ليست للمعرض علاقة بالقرن التاسع عشر لأن الموسوعات ليست من ابتكار أصدقاء تنوير الإسم مستمد من نموذج لمتحف من تصميم الفنان الإيطالي الأمريكي مارينو أوريتي الذي كان حلمه إنشاء متحف يضم كامل المعرفة في العالم بأسره إذن فهو معرض عن حلم غير واقعي إنه حلم معرفة كل شيء عن الفنانين والأشخاص الغريبي الأطوار الذين يحاولون تجميع المعرفة من كل أنحاء العالم في منظمة معينة أو سلسلة من الصور وهل يعتبر هذا معرضا فنيا ماذا نتوقع منه؟ إنه في الحقيقة متحف أكثر من كونه معرضا تقليديا ويعني هذا أنه أكثر من مجرد عرض لقرن من الزمان يبدأ العرض بالكتاب الأحمر للباحث الشهير في علم النفس كارل غوستاف يونغ وهذا الكتاب مخطوطة رائعة قضى مؤلفها ستة عشر عاما في إنجازها المعرض يقوم بجولة متعرجة عبر الزمن ويروي قصة الكثير من الهواجس ورحلات في خيال يحلق عاليا ويسعى إلى خلق استيعامل الصور التي نحملها في داخلنا وهي صور للأحلام والرؤى في عالم يتألف من صور إصطناعية وملصقات لقد قلت مرة إنه ينبغي فهم الفن كمكان للتجارب الشخصية فماذا سيفعل زوار معرض البنالة في البندقية؟ يتعلق المعرض بالرؤى التي نراها عند إغماض عيوننا وفتحها وهناك أربعة ألاف عمل منفرد في هذا المعرض العالمي لذلك أعتقد أنه سيكون بمثابة مغامرة لعيون الزوار آملوا في أن يكون المعرض احتفالا لكل من النظر والفكرة فهو يتعلق بالمعرفة وبجمال الإحاطة عن من بكل شيء وللأسف حدث كثيرا وأن فشل هذا الحلم في الماضي لقد انتقيت أعمال أكثر من 150 فنانا فماذا كانت معايير هذا الاختيار؟ هل اخترت الأعمال الأكثر مبيعا أم الأكثر حداثة أم الأكثر مهارة؟ كلا فأساس الاختيار كان التالي وهو أنني أردت الابتعاد عن فكرة أفضل عشرة عمال فنية أو أفضل مئة عمل فني لقد أخذت بعين الاعتبار الفنانين المحترفين وأيضا كل الفئات الأخرى من كتاب وفلاسفة وغيرهم ممن ينحدرون من مجالات أخرى غير الفن لم أكن أريد قائمة مخترحات لأشخاص يجمعون مقتنيات فنية فالأمر يتعلق بكل الأشخاص الذين نذروا حياتهم لمشروع معين وبعضهم فنانون محترفون وبعضهم قضوا جزءا كبيرا من حياتهم يعملون دون أن يعلم بهم أحد وفي النهاية نحن نريد إعطاء زوار فكرة عن عالم كواليس الأعمال الفنية وعن أعمال تروي لهم قصصا في السنوات العشر الماضية أصبح الفن غارقا نوعا ما في ضجيج عالم المال والأسماء الشهيرة فهل ترى أن من الصعب إبعاد ذلك عن سوق الفن؟ أعتقد أن فكرة قصر الموسوعات ومعرض البينالا بشكل عام بأجنحته التي تمثل 88 دولة يقدم لمحة عن عالم الفن وهي لمحة أكبر من الطجة الإعلامية التي تعرضها وسائل الإعلام فهناك اعتقاد سائد بأن المال هو الهدف الوحيد للفن وما تقدمه الصحف والمجلات هو السبب في وجود هذا الاعتقاد لكن الفن هو عالم شامل وأكبر من ذلك بكثير إذ تشارك أكثر من 88 دولة بأعمالها الفنية المعرض يتعامل أيضا مع الغرباء وغربية الأطوار الذين ينشطون بشكل خلاق بعيدا عن تيار الشهرة وبعيدا عن عالم المبيعات ولذلك قمنا بتضمين المعرض أعمالا كثيرة من مقتنيات المتاحف يتوقع الخبراء وأيضا الصحفيون من أمثال أن يعكس معرض كمعرض البنال اتجاهات ثنية معاصرة ومواكبة لروح العصر الحديث فهل يقدم البنال هذا أيضا؟ لقد اخترت العنوان قصر الموسوعات لأن توقعت من معرض البنال ومن المعرفة المنحدرة من كل العالم هي حلم طباوي أو بحر من الخيال المعاصرة تعني بالنسبة إلي الوصول إلى الحاضر من خلال اقتراب الماضي من الحاضر وهذا المعرض يرغب في أن يكون شاملا لكل شيء وأن يصف الحاضر الذي يتعامل مع المعلومات والمعرفة بهواس وهاجس شديدين أنا أسمي مضمون المعرض بالتاريخ السابق لعصر المعلومات التاريخ السابق لموسوعة يوكيبيديا وأن أحاول من خلال المعرض أن نبين كيف أننا نعيش منذ القرن الماضي مع هذا الهواس بالمعلومات وأتمنى أن نكون بذلك قد تناولنا الحاضر من وجهة نظر يتم فيها إشراك الماضي بالحاضر ناهيك عن فكرة قصر الموسوعات بات عدد البلدان المشاركة في المعرض حوالي تسعين بلدا وهو عدد يتزايد سنويا كانت فكرة المعرض في البداية مثيرة للجدل لكن المعرض أصبح أكثر جاذبية للعارضين الذين باتوا يحبون المجيء إلى البندقية فلماذا ذلك؟ أغالبا ما أذكر النكتة التي تقول إن أجنحة الدول تشبه قنبلة نووية إلى حد ما فطالما كانت بعيد بعض الدول العظمى فيكون الأمر على ما يرام ولكن بمجرد رغبة الآخرين بحيازتها أصبحت توصف بشيء زائد عن الحد أعتقد أن حقيقة مشاركة 88 دولة في البندقية من أجل تقديم فنونها للعالم تعني أن هذا النموذج أبعد من أن يكون فائضا عن الحاجة كما أن معرض البيانالا استغل الفرصة ليقطع خطوة نوعية نحو الأمام فعندما تغطر الحدائق في أثاننا فإنها تبدو كأنها فكرة غربية قديمة الطراز للنظر إلى العالم والآن لدينا أجنحة صينية وأرجنتينية وآخر من دولة الإمارات العربية المتحدة وما يعرض هنا هو مشهد جيو سياسي جديد فقد طلعتم مؤخرا على خريطة العالم وعلى مكافة الأماكن التي شاركت في معرضنا ورأيته أن الثماني وثمانين دولتنا المشاركة لا تزال أقل من نصف دول العالم لذلك أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تشارك جميع دول العالم ليصبح البيانال أكثر تنوعا وما يميز بيانال البندقية هو النظرة العالمية الشاملة وبكل تناقضاتها الكثيرة هل يوجد تمثيل كاف لمراكز عالم الفن الجديدة مثل أمريكا اللاتينية وإفريقيا والبلدان العربية فمن يستمع إلى حديثك الآن يعتقد أنها حاضرة هنا في البندقية وليس هناك حاجة إلى المزيد من النقاش أعتقد أن البندقية مكان مميز للغاية حيث شهدت حلم الغرب بالشرق وذلك منذ زمن ماركوبولو ومن المؤكد أنها مكان رائد في جذب انتباه الغرب لبلدان كثيرة وفي هذه السنة يتواجد في البناء نفسه كل من الأرجنتين والإمارات وتركيا وكذلك الفاتيكان وجميعها افتتحت أجنحة دائمة وهذا تمثيل جيد ومثير للعالم اليوم لقد كتبت تقول إنها تسعى في البنالة إلى أن تعرض وتستكشف ما في الخيال من قوة كبيرة ولكن ذلك في عالم يعيش عصر المعلومات ومشبع بالصور فما هي مساهمة الفن إذ يجب على الفنان أن يدخل في منافسة مع كل هذه التأثيرات اليومية يتميز المعرض بكثافة معروضاته فهناك أربعة ألاف قضعة في المعرض الرئيسي وفي أجنحة الدول الأخرى وكنت أريد تأكد من أن بإمكاننا إرضاء الزوار وكذلك وسائل الإعلام أيضا بالأعمال الفنية وفي الوقت نفسه أود أن يحتفظ كل عمل فني بقواته ونقائه وأن يكون متميزا عن الأعمال الفنية التجارية والفنان الألماني هانس بارلونغ قال ذات مرة إن الصورة الأولى تكمن في أجسادنا وأذهننا وما علينا إلا إغماد وعيوننا حتى نتأمل الصور وأتمنى أن يساعد المعرض في لفت انتباه الزائر إلى الصور الداخلية المعتمدة على خياله الخاصة وبعيدا عن التكنولوجيا لأننا نحن أنفسنا بشرون متنقلون ويحملون الصور في داخلهم هل دمجتم إذن العالم الرقمي الافتراضي بكل أبعاده في المعرض؟ يهدف المعرض إلى تصوير الماضي وهو يبدأ بالبناء في القرن السادس عشر وغرفه رائعة التي تمثل سلسلة تنتقل من الطبيعي إلى الاصطناعي ويبدأ العرض بالفنان الذي ينظر إلى الطبيعة ويحاول إعادة تصويرها بشكل أصلي وفي النهاية نرى سلسلة من الفنانين وهم عادة من الجيل الشاب يتعاملون مع العالم الرقمي ومداخله الواسعة فالمعرض يشير أيضا إلى هذا الوهم اليومي المتعلق بالدخول إلى جميع الأشياء وفي كل الأزمنة عبر وسائل الإعلام الرقمية وهل يحصل الزائر لمعرضكم إذن على نظرة شاملة عن الماضي والمستقبل؟ لا أعرف إن كان هذا يمثل بحد ذاته وهما أنت تعمل في نيويورك مديرا لمتحف وقد شاركت قبل بضع سنوات في تنظيم مهرجان بناء لبرلين بنجاح والآن أنت في البندقية ما هو أكثر الأماكن إلهاما بالنسبة إليك كخبير في عالم الفن؟ أعتقد أنه من الأهمية أيضا أن أقرأ عن كيفية التحليق حول العالم ولذلك أعتبر هذا المعرض تقديرا للكتاب نفسه فأنا أبدأ بالكتاب الأحمر لكارل غوستاف يونغ وأتعامل مع الكتب باعتبارها أمكنة للخيال حيث نختبئه أو ننشد فيها العزلة وأنا ساعد بعملي في نيويورك فهي مدينة مثيرة وكذلك في مؤسسة تروسرادي في ميلانو أيضا حيث نخطط فيها لمشاريعنا المستقبلية وأعتقد أنني في النهاية إداري جيد وقد استفدت من هذا المعرض أيضا الذي لم أسافر من أجله عبر العالم بأسره فحسب وإنما أيضا عبر التاريخ أود أن أذكركم أن الزمن الابتكارات لا يزال قائما وخاصة عندما ننتبه إلى أعمال لا تتبع أي قانون معمول به حاليا أشكرك على هذا اللقاء وأتمنى لك التوفيق شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك